في الحياة مبارح القطار وصل لمحطته الأخيرة مبارح كاته أول مباراة من مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصر الممتاز لكرة القطار المباراة دي جمعت ما بين فريقين سموحة والإسماعيلي وفاس بها سموحة بنتيجة 2-0 كمان النهاردة فيه 3 مباريات مهمة في إطار الدوري الأولى هتجمع ما بين فاركو وإمبي ساعة 5 ونص وأيضا أنادي الأهلي هيلعب موادرن سبورت الساعة 9 بالليل وحيلعب أيضا في نفس المعاد فريق الزمالك أمام بلدية المحلة صحيحة مصطفى طبعا جماهير الساحرة المستديرة حدثوا على حرج في مصر النهاردة هنتعرف على تفاصيل أكتر عن المباريات المختلفة اللي هيتم إجراءها وبنصبح على الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي اللي هدينا لمحة كده عن الأداء النهاردة هيكون إزاي للفرق صباح الخير يا طب صباح الخير إزايك أستاذ أستاذ طارق قلنا كده النهاردة بتتوقع أي الفرق اللي هتقابل بعضها وشايف الدوري هيختتم إزاي لا بالطبع يعني الأهلي بيجرب ناشئين بتوقعه بيجرب عدد كبير جدا منهم سامي أمصان هو المدير الفني الأهلي شاف أنه خلاص حسم الدوري فبالتالي رايح كل اللعيبة اللي هي أرهقت في الفترة الماضية عشان هيبدأ موسم جديد هيبدأ عنده أفريقيا فبالتالي الأهلي كل ما يهمه من المباراة النهاردة أو حتى المباراة السابقة هو النظرة الجديدة للفرقة والتجهيز اللعبين والناشئين بتوقعه مين اللي هيبقى بارز أو في يوم مين اللي يستحق ينضم للفريق الأول فده هدف الآلي من المباراة النهاردة في تجربة ناشئين الزمالك عنده نفس القصة لأنه مغلوب من طلع الجيش التلاتة واحد فعنده برضو مجموعة من المشاكل عنده مجموعة من الناشئين عايز يستقر عليهم جميز هياخد أجازة ولا مش هياخد فكل المباراة اللي النهاردة حضرتك بتشوفيها بالنسبة لي الفرقة الكبيرة ملهاش بالنسبة لهم الهدف واحد بس اللي هو تجهيز اللعيبة اللي هتستمر معايا اللعيبة اللي هتمشي من الفرقة اللعيبة للناشئين اللي هيتطلعوا يبقوا جودات في الفرقة لكن ملهاش أهمية في الترتيب ملهاش أهمية في النتائج فبالتالي حتى الجمهور نفسه بيتباح المجرد المتابعة لآخر مباراة بتبقى في الدور العام لأن ده دوري طويل جدا احنا عانينا منه في الفترة السابقة فبالتالي المباراة النهاردة بتعتبر تحصيل حصل نادل أهلي حسم البطولة الإصارة اللي كانت فيها خلاص الأسابيع الأخيرة ديت الأسبوعين دول كان مهم جدا أنه هو يشوف لعبته ويشوف مين اللي هو هيطلع فيه الفرقة التانية وكلها بتعمل كده طب تقييمك إيه لمباراة سموحة والإسماعيلي وتقديرك إيه لفوز سموحة على الإسماعيل الإسماعيلي محتاج أنه عنده أولا مشاكل كتير جدا محتاج نظرة تانية محتاج لعيبة محتاج أنه هو يستقر أكتر من كده هو صحيح النتائج بتاعته لا طريق بطبع بنادي الإسماعيلي إنه إحنا بنتكلم على فريق كبير سموحة فريق مستقر عنده مدير فني متميز جدا كابتان أحمد سامي عنده مجموعة من اللعبة المتميزة فبالتالي بيحاول بس يعدل ترتيبه في الجدول رغم أن الترتيب ده بعد حصم المشاركين في طولة أفريقيا ما بيعنيش حاجة بس هو بيعني الفريق أن أنا في المركز الرابع وفنيشت في المركز الرابع بالنسبة للدوري العام فبالتالي ده بيعتبر بالنسبة له إنجاز لكن لو أنت لغاية مبارح عندك المشاركين في أفريقيا لسه ما حسمتهمش كان هيبقى بالنسبة لإسموحة إنجاز أنه هو يوصل للمركز الرابع لأنه هو يشارك عندك هيبقى ثلاثة في ترتيب دوري ربطة الأبطال والرابع بيخش مع الكونفدرالية فبالتالي بيبقى لها نوع من التميز شوي لكن أنا عن نهاية الدوري في المركز الرابع بالنسبة لإسموحة إنجاز كمان إنه هو فايز على فريق كبير زي الإسماعيلي تبقى بالنسبة له حاجة كويسة جدا لكن المباراة طبعا متكافأة لكن سموحة قدر بتخطيطه وقدر بلعبته إنه هو يفوز على النادي إسماعيلي ويمكن نتاج الإسماعيلي مش مرضية ويجب على قدرة الإسماعيلي إنها توقف شوية مع الموسم الجديد قدامهم فترة يبدأوا يشوفوا إيه اللي هيعملوه مع الفرقة بحيث إن إسماعيلي يقدر ينافس شايف إن الإسماعيلي من مركز التلاتاشر تقريبا أو الاربعتاشر تقريبا يعني قدر إنه يطلع لكن إنه يفضل مثلا خمس ستة أسابيع ما بين التمنتاشر والستاشر والاربعتاشر ده بالنسبة للنادي إسماعيلي لا يليق بالطبع لأنه اسم كبير في الدوري العام طيب إنبي وفارقه وشايف مين الأقرب للفوز نهار لا إنبي فريق عنيد يعني فريق بلعب كرة كويس جدا وعنده مجموعة من اللعبين اللي بديتنفذ خطط المدير الفني بشكل كويس وبيظهر في المبارات الكبيرة لكن فارقه برضه فريق متميز فريق عنده نجوم ويقدر ياخد المباراة المباراة لو ما انتهيتش بفوز أحد يعني التعادل أعتقد إن فارقه ممكن يحرز هذا الفوز لكن إنبي من الفرق اللي هي بتقدر تاخد وتدي في المباراة وتقدر تحقق أهدافها بشكل كويس جدا وبيظهر وخاصة في المبارات الكبيرة بيظهر بشكل جيد ومتميز والمباراة النهاردة برضه بين الاثنين ما تعنيش كتير بقدر إن هو كل واحد يعني يجسس نبضي ينهي في المركز إن هو موجود فيه صحيح مودرن سبورت والأهلي كلمتنا عن الأهلي كلمنا عن مودرن سبورت لما مودرن برضه عايز يزبط نفسه كفريق لكن المباراة بالنسبة له مبارات الأهلي دايما بتبقى صعبة حتى لو هو بيلعب بمجموعة من الشباب يعني الأهلي عايز برضه ينهي الدوري بدون تعرض لأي خسارة هو تعادل الماتش اللي فات لكن قدر يكسب مجموعة من اللعيبة خاصة في المواجمين فبالتالي النهاردة المباراة تبقى بالنسبة للنادي الأهلي أنا عايزة أنهي الدوري بالفوز ما تعرضش لأي موقف أعتقد كابتن سامي أمصان هيحافظ على ده لكن مودرن هيحاول طبعا نعمل قدام النادي الأهلي مباراة كبيرة كعته عايز ينهي الدوري بشكل كويس المباراة النهاردة هيبقى فيها أخذ ورد النادي الأهلي برضه الماتش زي مودرن هيبقى فرصة للعيب اللي هو كويس قوي إن هو يظهر في المباراة دي طب شايفين الجهاز الفني ممكن يعتمد على الناشئين النهاردة في المباراة؟ الأهلي؟ آه طبعا عدد كبير جدا يعني عنده عدد مجموعة خاصة في الهجوم محمد عبدالله لعب كويس جدا في الدفاع عنده في خط النص يوسف سيد برضه لعب مميز هو حطت عينه لأنه كلر حطت عينه على مجموعة من اللعيبة أنه يصعدها في مراكز تبقى نقصة يعني سواء في الهجوم وهو نهاردة ما يبقى عنده وسام أبو علي وعنده كهرباء لو حط محمد عبدالله جنبه ما يبقى عنده احتياطي كويس جدا اللعيبة نفسها حاسة أنها يبقى لها دور فبالتالي دي نظر كلر بنفسها كابتن سامي أمصان وهو هيقدم له تقرير كامل بمين اللي يصلح ومين اللي لا يصلح يعني مين اللي يقدر يخش مع الفرقة الكبيرة ويقدر يبقى عنصر مهم جدا في الفترة القادمة ومين اللي ممكن ما يقدرش يبقى في المواجهات دي خاصة المنافسة في المراكز هتبقى شديدة الشراسة بالنسبة للألف الموسم اللي جاي المراكز كلها سواء طبعا فيها يبقى فيه بديل لمحمر عبد منعم اللي هيمشي فيه بديل عايزين بديل العلي معلول حتى في خطه نص اللي هو تحت رأس الحربة كمان يبقى فيه صراع شديد جدا عشان طبعا أحمر عبد قادر مشي هيبقى فيه الناس دخلة عايزة تثبت نفسها يحيى عطيت الله جاه هيبقى برضو لعب مهم فالصراع على المراكز والنادي الأهلي الفترة الجاية هيبقى شديد جدا لأنه كله لعب عايز يحجز مكانه مع الفرقة سواء في المطولات الأفريقية أو في الدور الجاي اللي احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش شكله إيها هيبقى دور واحد هيبقى دورين فاحنا لغاية دلوقتي ما عندناش ملامح للدور الجديد طب الزمالك بعد قصرته أمام طلاقة الجيش فالت أعتقد ما هو حيعوض هذه الهزيمة أمام بلدات المحلة النهاردة فرص الفوز عاملة إزاي لا طبيعي يعني انت بلدات المحلة خلاص هبط الزمالك طبيعي فرق في الإمكانيات فرق في القدرات ما بين لعبي بلدات المحلة مع كل احترام وتقدير اليوم ونادي الزمالك طبيعي المباراة دي محسومة لنادي الزمالك على جميز انه هو يأكد بس انه هو تعرض لهزيمة لكن المباراة زي كده سهلة جدا لان انت بتلعب قدام فريق خلاص هبط ما عندوش حاجة تانية إلا إذا لو كان هذا الفريق اللي هو بلدات المحلة هيلعب للتاريخ انه هو يكتب في سجله انه أنا فزت على نادي الزمالك لو وحتى وانا هابط لدوري المحترفين لكن الزمالك النهاردة مع مجموعة لعبته مع المدير الفني لابد انه يحافظ برضه على اسم نادي الزمالك كفاريك كبير انه ما يتعرقش التانية هزيمة خاصة هزيمة طلع الجيش 3-1 بالنسبة للزمالك تقيلة مع وجود النجوم الكبار فالنهاردة لو تعرض لنفس القصة يبقى خلاص خاصة النجوم اذا عندو مشاكل مع الفرقة وتقريبا هيبقى فيه تغيير في إدارة الفرقة بعد كده لكن لابد انه يحافظ على اسم نادي الزمالك لكن بشكل عام يا استاذ طارق شفت ازاي اداء الفرق خلال الدوري من بدايتها لحد ان اهل ما حسم كان طبعا فيه اداء عالي جدا وفيه اداء بطيء لكن القوة كلها احنا بنتكلم دايما على 3 فرق تقريبا فيه فرق بتلعب في الدوري العام من اجل البقاء انا عايز افضل سواء بقى في الترتيب انا افضل في الدوري الممتاز لان فيه مميزات سواء في تسويق لعبة والتسويق لعبة بيبقى تسويق داخلي يعني انا هبيع لاعب للاهلي هبيع لاعب للزمالك هبيع لاعب لإسماعيلي فيهمه ان هو يبقى فما بيعملش اكتر من كده وفيه فرق بتصارع على ان هي تقرب بس من المركز الرابع او التالت عشان عندها امل ان هي تخش في بطولة افريقيا والامل ده بينتهي بالنسبة لها لان كنتي مش عاملة مستقرة متوافقة مع التحاد الافريقي فبالتالي اما بيها بتلاحظ ان هي مش هتروح سواء بقى للاختيارات السابقة سواء لان الامور مش واضحة فبتكتفي فقط ان هي تقرب بتبقى مثلا الخامس السادس وفيه فرق طبعا زي الاهلي الزمالك بيرامدز بيحاول ان هو يفوز بالبطولة طب ايه اللي كان مفاجأة بالنسبة لك في الدوري ده ما بين الفرق الجديدة ومين اللعب اللي برضو شكل لك مفاجأة يعني كلمنا عن مفاجآت هذا الدوري هذا الموسم طب هتصدقني ان ما فيش مفاجآت يعني بيرامدز بيرامدز مسيطر على البطولة من فترة طويلة جدا وفي المركز الاول واحنا واثقين ان النادي الاهلي هيجي ياخد هذه البطولة حتى لو فرق بهدفين لسبب ان الفرق نفسها ما بتقتلش او ما بقاش عندها نفس طويل وبتتحمل الضغط النفسي يعني الاهلي دايما بيلعب ايه على الضغط النفسي انا طول ما بقرب منك بعملك مشكلة انت نفسيا بتدين اذا انت عارف ما بيبقى بيضغط وقول له ايه هات البطولة فابقول له البطولة هي ما بيقتلش معندوش مع كل الامكانيات المادية فالاهلي بيلعب دايما على الطريقة دي انا بقى بعيد جدا الاهلي كان بعيد جدا وعنده مباراة مؤجلة تتحمل الخسارة وتتحمل التعادل ومع ذلك لعبها بهذه النظرية ودية سمة الفرق الكبيرة ان انا اضغط عليك نفسيا لغة متوع فانت بيرامدز في الاول خالص ومسيطر وورا فرق تانية وانت واثق ان الاهلي اللي جاي من بعيد ده هيبقى الاول وهياخد البطولة وده اللي حصل فما كانش عندك المفاجأة اللي انت كنت ممكن تتوقعها ان بيرامدز يحافظ دي كتابة المفاجأة ان انا احافظ على مركزي ان انا اخد البطولة من النادي الاهلي فده يبقى مفاجأة المفاجأة التانية اللي انت ممكن ان الزمالك النهاردة ما بين الرابع وما بين الخامس او ما بين الرابع وما بين التالت دي برضو بتبقى الزمالك دايما معودك ان هو يبقى التاني او الاول لكن النهاردة قمة المفاجأة ان الاهلي القادم من بعيد ياخد من بيرامدز البطولة اللاعب اللي انت تقدر تقول عليه اللاعب ما عندكش يعني انت ما عندكش لعب فيجر قوي اللي هو يظهر قوي لأنه كل اللعيبة المصرية يعني حضرتك ما شفتش مثلا من وسط الأندية اللي هي مش هقولك مصنفة في أنها تحافظ على البقاء أو اللي بتنافس على البطولة لا أبا كلمك في الأندية اللي في النص فيش حاجة فيهم نقول إنهم ما كانوا مفاجئة بطولة الدورة لا خالص اللعيب المصري عنده مشكلة إنه إحنا كلنا شبع بعض يعني اللعيب ما بيحاولش يتميز بأداء قوي في فرقة حتى لو في النص يلفت النظر يقدر يغير ينزل يغير المباراة بطريقته أو بأداءه انت بتوعي تشوف ماتشي تسعين دي ما فيش شطة بتتشاط ما فيش جملة بتتعمل ما فيش لعب عنده سرعات معينة يشدك ما فيش مدافع عنده سبات فعالي وتمركز صحي فدي من الأمراض اللي انت لازم تعالجه عشان دي بتأثر على المنتخب انت بتلاحظ إن المنتخب بيبقى عنده مشكلة في الاختيارات فهو دايما بيبقى مثبت مجموعة من اللعيبة بتظهر في الأندية الكبيرة وحتى في الأندية الكبيرة ومعتمد أهلي زمالك برامز اسماعيلي مثلا مصري فبياخد من المصري واحد بياخد من اسماعيلي واحد يجي مثلا على الأهلي ياخد عشرة يجي على الزمالك ياخد خمسة يجي على برامز ياخد خمسة ليه لانه هو لو شايف ان اللعيبة بتقدي بشكل كويس وعندها قدرة ان هي تشد ان هو يبص عليها ويغامر بيها هيعملها فانت عندك مشكلة جمدة جدا في الدورة المصري اللي هو طول الأيام أو طول المباريات نفسها ما فيهاش نوع القصارة لا الفرق الأربعة اللي احنا بنتكلم عنهم هتلاقي تشكلات المنتخبات كلها أغلبيتها من اللعيبة دي لكن لعيب يقدر يفرد نفسه ويخليك تبقى حريص على متابعته اللي هو الأداء القوي السرعات المهارات اللي هي عنده انت مثلا عندك لعيب زي إبراهيم عادل ايه مشكلته ان هو بيلعب لنفسه ما بيلعبش الفريق ليه لانه عنده مهارات ده لعيب في براميندس فعنده مهارات ان هو يقدر يعدي كويس يقدر يرقص كويس فمدام بيفكر في نفسه دايما فبتلاقيه فيه كرة تبقى سهلة جدا ان هو يديها لزميله يجيب فيها وجون فيقوم راجع للملعب تاني يعني مرقص تاني فبالتالي كرة بتفكر مرة تانية نرجع للفرق وما كلمناش عن فريق المقاولين العرب واللي حصل في الدول لا المقاولين كمشكلته كآه تاريخ لكن ما طلعش لعيبة هو عنده لعيبة أفريقية كويس لكن هو نفسه كفريق ما طلعش لعيبة تانية تقدر ان هي تشيل الفرقة كلها وتبدأ تطلع بيها المقاولين يعني فرقة عريقة انها تهبط وفرقة عريقة انها تفقد لانه اشتغل على ان انا اشتري لعيبة ما ربهاش المقاولين لما طلع كان فيه مجموعة جبيرة جدا من النجوم المصريين اللي هو شالوا الفرقة ودخلوها أفريقيا وبدأوا يهددوا الفرقة اللي في الدوري وفضل سنوات طويلة لما بدأت تغير الاستراتيجية بتاعتها النتيجة ايه ان هي خسرت وبقت في المركز الأخير ومقدمت ليش لعب زي ما كان بتقدم للمنتخبات قبل كده احنا عندنا مشكلة في التخطيط في الدوري ان هو كل الفرق ناسية المنتخبات يعني حتى المنتخب حتى الاتحاد ما بيفرضش على الاندية انا عايز منك لعيب في المنطقة دي عايز منك لعيب زي ما بيحصل في الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي اشتري زي يعني هات لعيبة زي ما انت عايز لكن لابد ان انت بص على المنتخبات بتاعتك نقصني ايه علشان اجيب اللعيفية صحيح على اي حال الدوري الماسق يعني في نسخته الجديدة حيبدأ معنا ما نعرفهاش اه يعني ما فيش توقعات لشكل الدوري الجديد هم بيتكلموا على دور واحدة عاصم مصطفى دوري من دور واحد هذا النظام فشل في المحترفين يعني النظام ده طبق السنة اللي فاتت في دوري اسم دوري المحترفين لم ينجح يعني ما قدمش المرضود للا المالي بل بالعكس كان ارهاق على اللعيبة اتنين انت تقدر تعمل دوري بنفس نظامك ده اللي هو موجود ده ويبقى دوري منضبط في المواعيد دوري منضبط في تبدأ امتى وتنتهي امتى الفرق تلعب امتى لكن انت حايز ادارة محترفة للمسابقات ما اشتغلهاش رجل واحد اشتغلها مجموعة مجموعة دي من الشباب اللي هو قادر على التخطيط الاندية هتلتزم معاك طالعا ليه الاندية بتلتزم على التحاد الافريقي ما تلتزمش معاك لان اي عارفة اتحاد الافريقي عنده قواعد تطبق على الجميع مواعيد بيتم احترامها على الجميع لكن احنا عندنا دايما يقولك تكافؤ الفرص وتلاقي فيه فرق بتلعب الساعة خمسة ونص وفرق بتلعب الساعة سبعة ما بتسيبش مسلا الساعة سبعة او الساعة تسعة وفيه فرق يعني بتلعب على ملعب واحد طول السنة يعني فيه فرقة عندك في الدوري بتلعب على ملعب واحد طول السنة ما بتخرجش منه طيب إما أنت بتكلمنا على تكافؤ الفرص أنت عنده قدرة تعمل دوري بهذا الشكل بهذا بس هيبعد زي الدوري يعني أنت بتكلمه في 18 فرقة مش بتتكلم يعني أنت تقدر توقف الدوري للأهل مثلا أو للزمالك أو للأربعة تأجله لكن الباقي كله أنت بتقعده في البيئة شكرا لك على أي حال شكرا جزيلا شكرا جزيلا